مساء الخير عليكم جميعا كلنا الفترة اللي فاتت دي مع دخول فترة الشتاء والتغيرات اللي حصلت في الجرق بدأنا نحس ان احنا فيه تغيرات في مزاجنا بقينا حساسين بزيادة بقينا بننام فترة كبيرة حسين ان احنا ضقتنا للشغل وللخروج والكلام ده قالت مزاجنا مقاريف شوية يا طبع هل الكلام ده ليه تفسير فعلا علمي وهل ده حاجة حقيقية ان تغير والمزاج والاعراض الاجتقابية اللي ممكن تحصل واللي بتختلف من حد الحد يعني ممكن تبقى عند حد فعلا بشكل جديد واعراض صعبة تحتاج الى الالاج والزهاب الى الطبيب واحنا ممكن تبقى تغيرات بسيطة ممكن نحنا نعديها حقيقي علميا لقوا ان الكلام ده صح لان احنا مع دخول فترة الشتاء بيبدأ يحصل ان احنا السيركاديان ريزم او الساعة البيولوجية او اختلاف عدد ساعات اليوم ما بين فترة النهار وفترة الليل بتبدأ فترة الليل تزيد وده بالتالي بيقلل الفترة اللي احنا بنتعرض فيها للشمس وبالتالي احنا عارفين اما بنتعرض للشمس ده بنتعرض الفيتامين دال اللي هو مفروض بيحفز هرمون السيروتونين المسؤول عن ان احنا نشعر بسعادة وانبساط بالاضافة كمان الى ان احنا فترة الليل بتزيد وما فترة الليل بتزيد بيزيد هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول عن الدخول في النوم او شعور بالنعاس فبالتالي هو فعلا هذا الكلام علميا صحيح وموجود. طيب يا ترى هل احنا في ايدنا حاجات بسيطة ممكن نعملها تخلينا يعني نعدي الفترة دي ببساطة وما نحتاجش ان احنا يعني نروح للطبيب او كده الا لو فعلا اعراض الاكتئاب استمرت لمدة اسبوعين وعملت لنا مشكلة في حياتنا وبالتالي مش عارفين ان احنا نبقى في شكل وظيفي كويس بس عادها لازم هنروح للطبيب. يا طب ايه النصايح البساطة اللي احنا ممكن نعملها هنسبت وقت النوم والصحيان هما نصح الصبح نفتح البلكونة ونتعرض للشمس او نفتح الشباك او نطلع ونتمشى شوية. تاني حاجة ممارسة الرياضة المشع الاقل لنص ساعة لساعة يومية من الحاجات المهمة جدا اللي هتحقيق من المشكلة دي. تالت حاجة عدد ساعات النوم نقلل من النوم اللي هو الزيادة النوم اللي هو الكسل او انه مش هنا نايم مبسوط. وكذلك قصة الاكل نلقوا ان دايما الشيطة مرتبط بان احنا ناس كتيرة بتاكل ناشريات كتيرة او بتاكل سكريات كتيرة وده بيزود احساسها بالاكتئاب. يبقى احنا زي ما اتفقنا هناخد بالنا من موعد النوم الصحيان نتعرض للشمس ناخد بالنا من ممارسة الرياضة كمان ما ننساش تضبيط بقصة اكلنا. وباذن الله الحاجات البسيطة دي اذا ساعدتك في التخرج من الموت او الاعراض الاكتئابية الموجودة البسيطة دي مش هتبقى محتاج للزهاب للطبيب. لكن لو الاعراض استمرت لمدة اسبوعين وفعلا مقصر على حياتك ساعدها يبقى انت لازم تستشير لطبيب. وخليك فاكر ان احنا هنا في خدمتك ودايما ما تتعددش في طلب المساعدة من طبيبك النفسي. شكرا جزيلا.